يعني أهم واحد في الأثار في مصر ورأس يعني الجهاز النيابي في مصر اللي اتنين موجودين وآخر كلمتين ما أنا بحاول أفهم آخر كلمتين إنه الحاجة ديت إحنا سعداء جدا إنها بقت عندنا أو بقت معانا سؤال هل وده سؤال مهم وبرضو لأنه أنا ما عنديش الإجابة هل مالك الشقة يملك إثبات لملكية كل هذه الأشياء إنها ملكية صحيحة أشك يعني جايز يعني أنا برضو مش عايز يعني ولكن الكلام اللي إحنا سمعينه أن هذه الأشياء قد يعني اعتبرت كمضبطات هذه الأشياء لن تعود لصاحبها مرة أخرى ده فهمي طبعا زي بقول لحضراتكو شتان من ست شهور ودلوقتي دلوقتي عم نتكلم على عمل واضح إنه حتى الرجل المسؤول على الأثار الأول في مصر منباير بالشغل بتاع النيابة قال لهم يعني اللي إنتوا عاملينه ده حاجة وبعدين يتحدثون يا جماعة عن أشياء مش ندرة أشياء غير موجودة يعني بيقول له إيه ده اسم حد شبسوت ده التمثال بتاع الخديوي إسماعيل طبعا يجول بخاطرك وهو الحاجة بتاعت أسرة محمد علي دي جات منين يجول بخاطرك وهي الحاجة بتاعت أسرة محمد علي جات منين تشافين الساعات برضو أرجع تاني وأقول لأنه إحنا لسه ما نعرفش إيه الإجراءات ولكن حنفهم إيه الإجراءات هل تم استدعاء صاحب الشقة هل تم استدعاء عائلته ما عرفش هل فيه اتهام ده هنعرفه بقى في يعني في الأيام القادمة هل فيه محاكمة هل ده بيبقى بس تصادر الحاجات دي هل فيه أشياء هو عنده قدرة على إنه يثبت إنها بتاعته سؤال خامس أو سادس بقى طب يا جماعة حاجات بالقيمة دي إزاي متسبة في شقة ممكن أي حد يفتح المفتاح بتاعها يعني نعم الله نتحدث في الغالب يعني لما شفنا وقتها شايفين القطع الأسرية اللي كان بتبنى وجودة في الأوشحة الملكية لو بتاعته وسليمة حقه لو مش بتاعته وما عندوش أي إثبتات لها حق الدولة أنا بحاول أكون متوازن جدا لن